قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك يعني ينال درجة الصائم يعني الذي لا يفطر يصوم الدهر والقائم يعني الذي لا ينام بماذا بحسن الخلق وبعض الناس يقول الكلمة يعني خارجة منك صح خارجة خارجة يخجعلها تخرج كلمة طيبة لماذا تجعلها تخرج كلمة سيئة لماذا يعني تتكلم مع فلان وعلان بشيء لا ترضى لنفسك وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونفي الإيمان هنا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائل الذنوب ترجمة نانسي قنقر